اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا ومرحبا وشكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق أنتم ممثلي قناة الأيام احدى القنوات المقاومة ونقول للجميع محور المقاومة هو اليوم أقوى من مكان والأيام تثبت بأن الشعوب العربية تقف مع سياسات المقاومة والتي تقاوم الاحتلال تقاوم السياسات الامريكية الصهيونية التي أذلت كثير من الشعوب لسنوات طويلة الآن هي تترنح وستخرج من المنطقة بعون من الله سبحانه وتعالى ثم بوعي الشعوب ولهذه القنوات قنوات المقاومة دور كبير في إيصال كل الرسال وإيصال كل المعلومات للشعوب العربية التي هضمت وظلمت كثيرا نعم مرحبا بك سيدة الفريق أسمح لي قبل أن نبدأ هذا الحديث الشيق والحوار أن نذهب برفقتك والسادة المشاهدين إلى هذا التقرير الذي يصلت الضوء على موضوع هذا اللقاء نعود بعده لاستكمال هذا الحديث والحوار مع ضيفي هنا في هذه الحلقة وكونوا معنا مرحبا بكم مجددا سادتنا المشاهدين عدنا لكم بعد هذا التقرير ونرحب مجددا بضيفي في هذه الحلقة الشيخ والفريق الركر السلطان السامعي مرحبا بك مجددا سيد العزيز في بداية الحديث عقب هذه العملية عملية الطفان الأقصى كان الاحتلال الصهيوني ارتكب مجازر بشعة بل وما زال يرتكبها حتى توقيت عملنا هذا اللقاء برفقتك مشاهد مروعة مجازر وحشية يندلها جبين الإنسانية خرجت عن كل الأطر القانونية والحقوقية والإنسانية التي لطالما كانت تتشدق بها أمريكا ودول الغرب ضوء أخضر أمريكي ودعم أوروبي مباشر الشارع اليمني من حينها إلى اليوم خرج في تظاهرات كما ذكرتم تأييد لفلسطين واستنكار لهذه الجرائم البشعة أنتم على المستوى الرسمي في المجلس السياسي الأعلى ما موقفكم من تلك الجرائم؟ أحب أن أطرح معلومة قبل الإجابة على هذا السؤال وهو أن الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي كان يخطط بعد عيادهم التي ما صحوا منها إلا وهم تحت القصف والمجاهدين من المقاومة القلسطينية حماس وزملائهم من المنظمات الأخرى كانوا قد قربوا على عملية إجرامية وهي هدم المسجد الأطفال وبالتالي البناء الهيكل المزعوم هيكل سليمان المزعوم وبالتالي كان توقيت حماس مفاجئ لهم أعتقد خلط الأوراق وصدمهم وبالتالي ارتبكوا أيام ثلاث أيام ربما وبدأوا بقصف غزة لتنفيذ مخطط قديم وهو تهجير أبناء غزة إلى سيناء هذا مخطط قديم حاولوا فيه سابقا وكان حاولوا أيام حكم الإخوان في مصر وكان قد فيه بعض التفاهمات مع الإخوان لمنح أبناء غزة سبعة ألف كيلو متر مربع من سيناء ونقل سكان غزة كامل وبعدها يتم تهجير أبناء الضفة الغربية للأردن الأردن طبعا هم عارفين في الأردن في المنطقة عارفين كل الحكام في الأردن هناك عندنا معلومات بأن الإماراتيين منذ سنوات يقومون بشراء أراضي شاسعة تحت بند الاستثمار في الأردن هذه الأراضي الشاسعة طبعا يشتروها لتسلم للفلسطينيين عندما يقومون بتهجيرهم من الضفة الغربية كان خطة بهذا الشكل طبعا الشعب المصري وأيضا الحكومة المصرية والرئيس المصري رفض تهجير لأنه الآن ثلاث مرات وزير الخارجية اليهودي الصهوني الأمريكي يزور المنطقة للضغط على مصر وعلى مصر بالذات لقبول تهجير الغزاويين إلى سيناء هذا مرفوض شعبيا الجيش المصري يستحيل أن يقبل بهذا الذل وأن يعطي جزء من أراضيه تحت ضغط أمريكي لأي شعب آخر لأنه الغرض كان هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتصبح فلسطين كلها لليهود هذا لن يتم نحن ثقافتنا نحن أهدافنا أن نخرج هؤلاء الشباب الآفات الذين جمعهم الغرب وفي مقدمتهم بريطانيا من كل أرض الدول إلى فلسطين نقول لهم ورسالة واضحة بأن هذا الكيان الهش والذي هو أضعف من بيت العنكبوت يعيش سنواته الأخيرة خلال بضع سنوات فيخرج مرغما من أرض فلسطين وستعود فلسطين لأهلها هذا مقدمة لنا إجابة سؤالك نحن في المجلس السياسي طبعا ندعم المقاومة الفلسطينية وهن طبعا على حق الدفاع يدافعون عن الأراضي وعن المسجد الأقصى يدافعون عن أهاليهم وموقفكم من الإجرام هل كان هناك لكم موقف رسمي إعلان رسمي تنديد السفينكار؟ نحن ضد الإبادة الإنسانية في غزة وفي الضفة أيضا هناك في الضفة أكثر من 150 شهيد حتى الآن ومئات الجرحة وبحدود 10 ألف شهيد في غزة من ضمنهم أعلن عن 8700 لكن هناك تحت الأنقاض أكثر من ألفين شهيد إلى الآن لم يتم إخراجهم ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن ربما من العشر الألف يصل إلى ثمانية ألف من هذه الفئات لأن معظم الشباب مستنفرين أو في الأعمال أو يقومون بخدمات جليلة لشعبهم في غزة وبالتالي هذه الجرائم ضد الإنسانية لن تمحى لن تنسى سيدفع الثمن هذا الاحتلال غاليا بإذن الله تعالى نحن ضد هذه الجرائم نعم تحديثاً للمعلومات التي وصلتنا سيادة الفريق وصل حتى العدد الآن تجاوز 11 ألف جريمة ليلة أمس استهداف بوابة مستشفى واستهداف أيضاً جريمة استهداف مدنيين في بوابة المستشفى سقط على إثرها 22 شهيد فضاعف العدد حسب حديث وزارة الصحة الفلسطينية إلى هذه الأثنى أنه تجاوز 11 ألف شهيد من بينهم كما ذكرتم أطفال ونساء غالبيتهم طبعاً قبل إعلانكم الرسمي دخولكم الحرب وإعلان القوات المسلحة ومشاركتها بعمليات قبلها بأيام هناك أحاديث جرت على وسائل إعلام أمريكية وغربية منها الـ CNN والBBC ووسائل إعلام إسرائيلية أيضاً القناة الثالثة عشر وغيرها تكلمت عن محاولات الاستهداف من قبل ما أسموهم بالحوثيين لقصف البارج الأمريكي في البحر الأحمر أيضاً تبعها أنباء ومعلومات عن إسقاط مسيرات يمنية في أجواء مصرية هل فعلاً كانت تلك الاستهدافات هي من لديكم من صنعاء ومن هذه العمليات هي ما ذكرها العميد يحيى السريع أنها العمليات التي سبقت العمليات التي أعلن عنها نعم العمليات بدأت من وقت مبكر وقد أعلن الأخ الناطق بإسم قوات المسلحة معاً هذا نحن نستهدف الكيان الصهوني وإذا استمرت هذه المجازر في غزة ونحن طبعاً الآن نحن نعد لإطلاق صواريخ وطيران مسير إلى أكثر من وجهة وبالتالي يعني استهداف البارجة كان حقيقي قبل إعلانك استهداف الأراضي المحتلة استهداف العدو الصهوني كان وجود البارجة صدفة في المياه في البحر الأحمر لكن كان استهدافنا وصواريخنا موجهة كان بنك الأهداف يا إسرائيل لا إسرائيل الأراضي المحتلة في فلسطين هذه ولازالت لدينا أهداف عديدة وإذا لم يتوقف العدو من المجازره في غزة فسوف نستمر ولدينا أهداف أخرى نعم سنأتي على هذه التفاصيل نعم سنحاول أن نأخذ ما نستطيع أخذه منك سيدي العزيز أعلنتم رسميا دخولكم في الحرب على إسرائيل بشكل رسمي وعلى لسان قواتكم المسلحة دعما ونصرتها لفلسطين كما ذكر المتحدث الرسمي العميد إيشاء سريع وقطاع غزة والمقاومين أيضا فيه هل كان هذا القرار معد ومدروس ومرتب له سلفا على فترات زمنية مثلا معينة أم أنه كان أمر آني ارتبط بالتطورات الأخيرة والمتسارعة بما حدث عقب عملية الطفان الأقصى نحن جزء من محور المقامة نعم وفلسطين كلنا في محور المقامة نعتبرها قضيتنا الأولى وبالتالي استعدادنا بالنسبة لضرب أهداف العدو الصيوني سابق نعم جاءت هذه الأحداث فاجأنا كما تفاجأ العالم بالنسبة لما قامت في مجاميع المجاهدين في غزة لكن المجازر التي يرتكبها العدو كانت مبرر طويل لأننا تدخل مباشرة ونعلنها للعالم بأننا مع المستضعفين من إخواننا الفلسطينيين ولا زننا وسنضل في ذن الله تعالى حتى يتحقق النصر الكامل لدولة نعم سيادة الفريق هناك كثير سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر محللين أو قراء أو متابعين للشأن العربي في الشرق الأوسط يتساءلون هل حسبت اليمن تبعات مثل هذا القرار الشجاع وكيف ستكون ردة الفعل المقابلة من قبل إسرائيل والراعية لها بالطبع ومن خلفها أمريكا خصوصا أنه تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي كما تعلمون أنهم بصدد الدراسة لرد على ما اسموهم الحوثين بصنعه وتنديد أمريكا وإعلان البنتاجون عدم قبوله بتكرار مثل هذه التجاوزات أين أنتم من كل هذه المعاذلات؟ أولا أحب أن أعطيك مثل شعبي يمني يقول هذا المثل أنه الأجزم ما عدت تضر حزازة جرح صغير يا سيدي إحنا 19 دولات لمدة 8 سنوات نقفت ضربوا كل البنى التحتية اليمنية وبالتالي لم يعد لدينا شيء نخاف عليه من حكاية البنى تحتية حتى الطرقات ضربوا وحتى القبور يعني المساجد كل شيء وبالتالي لم يعد لدينا إلا كرامتنا كرامتنا لن نتنازل علىها وكرامتنا هي الجزء من كرامة الشعب الفلسطيني والإسلامي أفهم من حديثك سيادة الفريق أنكم لم تعد تجدي معكم هذه التهديدات ولا تؤثر فيكم ولا تعيرون لها أي اهتمام بمربط الأمريكان اليهود الغربيين كلهم شاركوا في قصف اليمن خلال الثمانة السنوات أو التسعة السنوات الماضية وبالتالي ليس جديدا علينا أن أمريكا تهدف أمريكا هي من اغتارت الرئيس الصماد أمريكا من وجهت طيرانها وصواريخها من البح وضربت عطان وضربت كثير من المواقع العدو الصهيوني شارك بطيراني وقصف كثير من المستشفيات ومن الأسواق وقتل كثير آلاف من اليمنيين كل الغربيين شاركوا بقتلنا وبالتالي ليس جديدا علينا أن تهدد أمريكا أو تهدد إسرائيل نحن على استعداد تام لتلقي أي ضربات لكن ليعرفوا تماما بأن البحر الأحمر سيغلق وسنخلط أوراقهم تماما وسيخرجوا بإذن الله تعالى سينتفض الشعب العربي والشعوب الإسلامية عليهم وسيخرجون من قواعدهم مرغمين في كل المنطقة بإذن الله تعالى هذا ما نعمله وما نعمله وما نعمل لأجل تحقيقه بإذن الله خلال السنوات القادمة بإذن الله سيدي العزيز اليوم وبعد أن أصبحت اليمن طرف رئيسي ومباشر في الحرب على إسرائيل هل هناك تنسيق وتواصل مشترك بينكم وبين دول وقيادات محور المقاومة ولعل في مقدمتهم حزب الله اللبناني والذي يقوم بعمليات مباشرة على الحدود ويصعد من فترة إلى أخرى بدون شك نحن محوار واحد وسياستنا واحدة وكل سياستنا تهدف للدفاع عن مظلمة هذه الشعوب التي تحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تواصل مشترك مع كل محور المقاومة حتى أن أي عملية تقوم بها يكون لديهم علم وتفاصيل حولها دون شك وعلى الطرف الآخر لديكم معلومات عن ما سيقوم به باقي الفصائل والقوى المقاومة ومنسقين وسنظل ننسق حتى تتحقق العدالة في المنطقة نعم سيادة الفريق متحدث القوات المسلحة اليمنية كما ذكرتم ضمن إعلان مشاركة اليمن بعمليات مباشرة ثلاث عمليات بمسيرات وصواريخ بالستية استهدفت الكيام ذكر أن قادم الأيام وكما أسلفت الذكر أنت أيضا سيشهد عمليات متواصلة حتى إيقاف العدوان على غزة حسب معلوماتك التي تستطيع أو تسمح لنا أن نقتبسها أو تكون ربما حصرية بشاشة قناتنا هل ستكون العمليات القادمة بنفس الوطيرة العمليات التي سابقت أم أن هناك تصاعد في وطيرتها وإمكانياتها وبنك أهدافها ربما؟ أعتقد أجرت على هذا السؤال في السؤال السابق حتى لو بعدنا عن الشكل التفصيلي أقصد هل ستظل على نفس الوطيرة برأيك؟ أم أن لكم موحدة بتوسع هذه العمليات؟ أعتقد ربما تكون في تصاعد في السؤال الأيام القادمة وأنا قلت في إجابة بالسؤال أنه ربما نصل إلى مرحلة إغلاق البحر الأحمر تماما بشكل كامل؟ بشكل كامل إذا تعرضنا واستمر دماء الإخوة الفلسطينيين بهذه الوطيرة نحن مضطرون لإغلاق البحر الأحمر تماما برأيك هل هذا الأمر لا يعتبر مجازفة لما سيحدث بعد ذلك؟ فليكن هل هناك دول أخرى ظالمة وظلمتنا أكثر من أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليهود والإسرائيليين خلال التسعة والثمانة السنوات الماضية هم أنفسهم من قاموا بتصفنا وحربنا وقتل أطفالنا هم هذول أعداءنا وبالتالي إذا استمروا في جرائمهم وإبادتهم لإخوانهم الفلسطينيين واعتدوا علينا لدينا البحر الأحمر قادرون أن نغلقه تماما نعم في المجلس السياسي الأعلى أبرز ربما الأعمال الرسمية التي قمتم بها نصرة ودعما لقضية فلسطين إلى جانب العمل العسكري سمعنا عن تشكيل ما يسمى بلجنة دعم فلسطين ما حول ذلك شكلتموها أنتم في المجلس السياسي قيادة المجلس السياسي الأعلى أعلنت أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة بشكل مباشر في دعم القضية لو وضعتنا في تفاصيل معينة حول عمل هذه اللجنة بشكل مختصر أو بشكل عام ما هي التفاصيل حولها؟ التفاصيل ممكن تأخذها من الأخمة محمد علي الحزب هو مسؤول مباشر في هذه اللجنة لكن بشكل عام هي بشكل عام هي لجنة شكلت من قبل السلطة لدفع بالمواطنين بالتجار بكل القادرين على أن يقوموا بإنساعدة إخوانهم بالأموال بكل شيء وبالتالي على رئاسة اللجنة أعتقد معروف من هو رئيس اللجنة هذه أيوة محمد أخذوا معه لقاء التفاصيل عنده لكن لابد أن يشارك وأن يساهم أبناء الشعب اليمني بدعم إخوانهم الفلسطينيين ماديا الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما جاء في القرآن الكريم وبالتالي هناك تقريبا لجنة الآن للتجنيد من يريدون الذهاب إلى فلسطين للجهاد مشاركة مباشرة على الأرض مشاركة مباشرة سيتم تدريبهم سيتم بعدين التفكير وكيف الدخول إلى الأراضي المحتلة نحن على الاستعداد للأيام والسنوات القادمة بكل شيء جهاديا بطريقة مباشرة وبالمال وبالسلاح وأيضا بالدواء والغذاء واضح سيادة الفريق وفي الختام اتجهتم لدعم فلسطين أنتم في صنعاء ونصرة القضية ونصرة القطاع والمقاومة نشاهد في الوقت ذاته بعض الأنظمة العربية للأسف المطبعة هرولت لدعم الكائن الإسرائيلي دول أخرى تجاهلت بشكل كامل ما يحدث في فلسطين وذهبت لتتراقص وتحتفل على حساب ما يعيشه ويقاسيه أبناء غزة وإخوانهم في قطاع غزة ما هو الوصف الذي يليق بمثل هذه الأنظمة وما هو رأيكم حول ما يقومون به حتى أن البعض وصفهم أنهم الآن أصبحوا صهاين أكثر من الصهاين أنفسهم أولا نحن لا نعرف ما هي الأوراق التي تذل قادات هذه الأنظمة وتجعلهم تابعين حتى في الظروف الصعبة التي يتعرض لها إخوانهم في فلسطين هناك بعض الدول كما بلغنا بأنهم شاركوا بقصر غزة أرجو أن لا تكون هذه المعلومة صحيحة قالوا أن الإمارات شاركت بقصر غزة أو تشارك اليوم بقصر غزة استخباراتين أو عسكريا لا لا هم عسكريا طيران هذه عسكرية وهذه المعلومات وصلت لكن أتمنى أن لا تكون صحيحة أما بالنسبة للمساهمة والمشاركة ولا معروفة الأخرى غير العسكرية تأييدات رسمية حتى أيها مواقف رسمية مثلا سعودية الوقت الذي تسفح بماء الإخوة الفلسطينيين من أطفال ونساء نراهم يفتحوا مراقصهم ويجلبون الفنانات والفنانين والشواذ من كل العالم لأراضي الحرمين ويقومون بهذه المهزلة في هذا الضرق أعتقد من العيد والعار وسيكتب التاريخ كل شيء بأنه في الوقت الذي إخوانك يبادل من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين أيضا تقوم أنت بهذه الأعمال المخلة بالأخلاق والآداب والشهامة العربية هذا إن دل على شيء إنما يدل على هنة هذه الأنظمة يعني لديهم أوراق فرية تخيفهم لدى العدو وفي مقدمتهم أمريكا ينفذون كل ما يطلب منهم وبالتالي أنا أعتقد جازما بأن هذه الأنظمة تعيش سنواتها الأخيرة هذه الأنظمة ستسقط بوعي شعوبها والحمد لله هناك كثير جدا أصبح من الوسائل والإتطال المباشر بين الشعوب والشعوب الأخرى وبين الحقيقة ويعرفون الباطل وبالتالي أعتقد جازما نسجلها للتاريخ بعض هذه الدول ستزول من الخارطة قريبا ولا داعي لذكر بعض أسمعها تسجلها للتاريخ نعم السيادة الفريق أنا اكتفيت بهذا القدر رغم أن الحديث شيق لكن الوقت لم يعد يسعفني لطرح مزيد من الأسئلة هل لديك رسالة أو كلمة أخيرة تود أن توجيها عبر شاشة قناتنا لكل من يتابعك في الوطن العربي؟ أدعو كل الأحرار كل المجاهدين في الوطن العربي والإسلامي وغير في العالم أن يدعموا المقاومة في فلسطين مادياً وسياسياً ويستمروا بخروجهم ومظاهرتهم بالضغط على حكامهم بأن يغيروا سياستهم ويوقفوا الحرب في غزة هذه طبعاً سهلة وبسيطة دعم المجاهدين بالمال دعم المجاهدين بالدواء يعني يفترضوا رأس المال بالدواء بالغذاء ويضغطوا على الأنظمة لفتح المنافذ لإدخال كل ما يحتاجه أبناء غزة وأبناء فلسطين وهذا أقل واجب على هذه الشعوب وأبشرهم بأننا في مرحلة مرحلة التحرر من الهيملة الغربية ومرحلة ستكون نهاية إسرائيل قريباً بإذن الله سيادة الفريق الركن سلطان السامع عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى وصلت معك إلى ختام هذا الحوار وهذا الحديث الشيق برفقتك سعدت جداً أيضاً بالحديث معك وشكراً لك كنت ضيفاً عزيزاً معنا عبر شاشة قناة الأيام تحية للجميع تحية إلى هذه القناة المجاهدة ولكل العامين عليها أتمنى لكم التفيق ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله أيضاً شكر موصول لكم سادتنا المشاهدين أينما كنتم على طيب وكرم وحسن الإسرائي والمتابعة وإلى أمل الملتقى في حلقات قادمة وتغطيات خاصة من اليمن تقبلوا مني أنا عبدالولي البخيتي خالص التحايا دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة